بسرعة نرجع لقضيانة المحلية قبل ما نشوف القضايا المهمة جدا تاني مشهد طبيعي انت بتروح بنك تاخد فلوس من مكتب بريد او من بنك زي الراجل الغلبان ده اوه هتعتقد ان محدش شايفك خلاص فيه ناس دلوقتي وده يعني نصيحة للجميع هيقول لك طب وانا يعني هدخل البنك متسللا لا يعني انت داخل البنك وطلع بفلوس ما هتمشيش بقى كده يعني شوف الراجل اوه ماشي بانجش بالبتاعه وماشي بيدندن يعني الله يكون فعونه يعني الناس بتدي المصري بطبيعته طيب حط كده اللي هو بتاعنا عليه ده اله اهو هم واقفين هو داخل عارفين اللي بدخل بيجيب فلوس وبطلع بالشنطة بكيس بلاستيك باي حاجة بظرف مليان فلوس وفلوس الراجل يعني واخده عشان اما هيشتري بيا حاجة او هيعيش حياته ام لو نرجع تاني بقى المشهد نشوف اه اللي انا عايز بس يا جماعة ام خلاص فيه اكثر من وقع من حدثة شفناها واحنا بنستفيد وزا ما بنعرضش لعشان نستفيد يبقى ملوش لازمة او مقى ما هتنجر بقى ما خلاص هو موتسيكل والراجل ماشي ببساطات الشديدة وطبته بيدندن هو ماشي بالظرف وقعد يحسبها هيصرفه فين وفين وفين اتاخد كله فنعمل حسابنا ما بقولش على الاقل ما يعني تبقى واخد بالك ان انت هيبقى فيه ممكن يكون في حد بيقفوا قدام البنوك بيقفوا قدام مكتب البريد بيبقى عارف مين داخل هيجيب فلوس هيقبض وبياخدوا منه الشنطة الكيس ياخدوا منها وشفنا اكثر من وقع في هذا البرنامج معاكو هنا طبعا اهمية الكاميرات كمان انا لو نقدر نجيب وجوه الناس نشيل كده لو وجوه الناس كده ندخل عليها يعني نساعد حتى اللي شايف الاشخاص دول كده هو واحد فيهم مقنع لا لانهم ما كانوش عاملين حسابهم خالص ان الشرع الدايق ده فيه فيه كاميرا هم دوله يعني حاول يعني كل من يمكن ان يتعرف عليهم يقول لنا هو يعني ملامح ممكن تجيبهم اللي بيحتك بيهم هيبقى عارفهم هقول وشوش واضحة دول لصوص بيسرقوا الناس كده بيقفوا قدام بنك قدام مكتب بريد بيشوفوا عم محمد داخل استاذ عادل اي حد داخل هيقبض بيبقى الناس ماشية ببساطة شديدة بيسرقها او وجوههم تاني قد نتمكن من مساعدة المجتمع ومساعدة الشرطة ومساعدة الناس لكن النصيحة طالع من بنك معاك فلوس ما تمشيش بالشكل ده على الاقل مش هقول لك تدخل للبنك متسللا او تدخل مقنعا يعني بس ما تمشيش بالشكل ده ما تديش الامان او كده توقع ان هناك عصبات بتستخدم دلوقتي الموتسيكلات بالشكل ده او سيارات وبتسرق واحنا جبنالكو اكثر من يعني 50-60 وقع في السنتين اللي فاتوا على الاقل يعني بالشكل ده وجبنالكو بالصوت والصور الضحية معايا استاذ استاذ شحاتا ايليا استاذ شحاتا اعلن بيك انت انت كنت بتاخد فلوس من مكتب بريد مش كده اه كنت اخد فلوس بسحب يوم الاربع 18-4 من دوست عزمة الناخ اه انت بتسحب دايما في اليوم ده لا ده انا سحبت كنت محتاج مبلغ 15000 جنيه وسحبته وانا ماشي مروح اه اركز تكتب لحد الشارع بتاعي وين مبيش خمسة متر واتنين بمتساكل جم من وراي خطف الشنطة بالخمسة الاسف النيه بدفتر التوفية اه بس دول دول رزينك عارفين انك انت اه رزين وماشيين وراي من ورا من عند البسطة من بسطة عزمة الناخ ماشيين وراي بالمتساكل اه وهم منتظرين يشوفوك في شرع هادي زي ده كده اه عشان نحاول نساعد الناس انها تقبض عليهم هو واحد لابس للدارة والتاني وراه واحد بيسود مكرة ده اللحداث دي حصل في حتى برضو حصل نفس الشارع خطف السلسلة من واحدة جنب جري نفس الطريقة كده طيب يبقى النصيحة هنا على طول اللي نقول للناس يعني مش حتى يعني انت مدي امان اوي وماشي بالدندن يعني الله يكون فرقونك وربنا يصبرك يعني انا شايفك ماشي بالدندن اوي ويعني السلواء انا موزة في فندق اه وجاي بالليل انا شغال بليل كله وروحت تحت الفلوس ومروح البيت فقلت ماشي تعبان كمان عشان كمان صغير بليل كله وقلت ماشي تعبان وحتى رجلي باين مش حادر باين باين الناس انت طالع من بنك طالع من باين طالما شفنا وقاع كتير يا جماعة ده ده خمسين ستين وقاع يعني بقاول يعني خلال انا متذكر جدا خلال السنتين اللي فاتوا لو جبنا لكم جمعنا لكم الوقائع اللي بيشوفوا الناس طالع من بنك لو طالع هيركب عربيته بيلحقوه بالعربية بيوقفوه بعد كده طالع راجل بسيط زي ده وعارف انه طالع معه فلوس فواضح انهم رزينك عمشحاته وخده خده المبلغ انت طبعا حاولت تجري ما عرفتش تلحقه مالحاة همش عشان معهم مسكتبين سرعة هما الاتنين وجيروا بيه منك والكاميرا جربتهم رحت عملت محضر في اسم المرج عملت محضر في اسم المرج ربنا يعوضك خيرا انت ضحية لكن يعني هنحاول ان شاء الله نوصل لهم يعني هو كويس ان فيه كاميرات في الشارع وبناشد الناس اللي اللي بيحتك بالاتنين دول يعني يعرفهم من بعيد كده حتى فيعني اتمنى ان الناس هوشهم اهو ده الحرام الخلفي ده مش لابس ندارة هو واضح وشه واضح تماما فاللي شايفه اللي عارفه اللي شاكك فيه حتى يكلمنا يقول لنا يعني وال التاني ده اللي عمل فيه جيمس بوند ده 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 لابس ندارة لكن وشه باين فيعني اي حد يستطيع ان يتوصل لهوية الشخصين دول يقول لنا والنصيحة يا جماعة خلوا بالكم طالع من بنك معاك فلوس والله دي بقيت شغلة ناس وقفين بموتسيكلات او على رجليهم كده او معاهم عربياتهم بيشوفوا مين طالع بشنطة من بنك وكل يوم او يومين تلاتة بيستضلهم حد من قدام بنك من البنوك بهذا الشكل ننتبه هتاخد فلوس من بنك تشوف ازاي تبقى يعني حوط عليها قوي وتشوف ازاي انك انت يعني ما تمشيش بسهولة كده ان حد ممكن ياخدها منك او يطلع يهددك اه